السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرحبا بكم أخوات الأعزاء مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نكتمى فيه على كل خير وعلى كل أمل وعلى كل وفاء وعلى كل معنى جميل في الحياة مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب كي نتدبر معا ونتأمل معا ونتفهم الأمور معا مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجعلنا أناس على درجة من العلم على درجة من الوعي على درجة من المعرفة على درجة من السمو العقل والمشاعر والعاطفي والبدني وكل المعاني الجميلة فالعلم ينهض بالإنسان العلم يصنع من الإنسان إنسانا عظيما إنسانا متفوقا إنسانا راقيا إنسانا لا يحارب الناس لا يكون مصدر شقاء على الناس العلم لا يعلمك أن تكون مصدر شقاء على زوجتك ولا زوجتك مصدر شقاء عليك العلم ينهض بك كإنسان ولذلك نريد أن تتفتح عقلنا لما سيقال بعد ذلك لأن بعد هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى أنا أشعر وإحساسي ومن قلبي أنكم ستطلعون على بعض العلوم الجميلة ستستفيدون بها ستغير من حياتكم ستجعلكم متقدمين في أفعالكم ستجعلكم عظماء ستجعلكم أناس قد استأنستم ببعضكم وتجعل منكم أناس ناجحين متفوقين رائعين بارعين في الحياة النهاردة بنتكلم إحنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اختيار الشريك وتكلمنا وتكلمنا بسرعة دايما المشكلة اللي حصلنا في حياتنا إن دايما الناس طلع تتكلم هو ليه الناس بتتطلق ودايما يقولوا المشاكل الزوجية هو دا بيحصل ليه هو دا كذا هو دا كذا ودايما نتكلموا في المشاكل وفي الطلع في المشاكل وفي الطلع ما تكلموش في كيفية إعداد هذا البيت ما تكلموش في كيف أربي ابني وأربي ابنتي إزاي إن هي تتربى على معرفة حقوق الزوج تتربى على معرفة حقوق البيت تتربى على معرفة حقوق الأولاد يعني أنا أؤهلها هي تعرف حقوقهم ثم بعد ذلك نحن نربيهم على معرفة حقوق هذه الأم بعد ذلك يبقى أنا دلوقتي في البداية ببدأ أأسس قبل الزواج لازم فيه دورات للعلاقات الزوجية الناجحة بيتعلم من خلالها الزوج كيف يحسن إلى هذه الزوجة كيف يكون مصدر للعطف للرحمة للحنان للعطاء وهي كذلك تتعلم كيف تكون مصدر الرحمة للحنان للعطاء بيتعلموا إيه المطلوب منها وإيه المطلوب منه وكلها خلي بالك أدلة من القرآن وأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن أنا لما عشت في أوروبا ما فيش حاجة اسمها المرأة لا ده نسبة قتلهم عالية جدا نسبة قتل المرأة عالية جدا إحنا بأخيرنا ضربها وبترفع عليه قضية وإلى أخير إنما أنا عايز أقول إن قبل ما يبقى فيه ضرب قبل ما يبقى فيه مشاكل قبل ما يبقى فيه أي حاجة تعالوا نأسس الأول أنا قبل ما أتعلم قبل ما أقود السيارة أنا اشتريت سيارة جديدة قبل ما أقودها لازم بتعلم السواءة رقم اتنين باخد رخصة باخد رخصة تؤهلني أن أكون كذلك أنني أصبحت أستطيع أن أقود هذه السيارة هكذا قبل أن أقبل على الزواج لازم أنا أتعلم لازم أتعلم وبنتنا تتعلم وأتمنى أنهم ياخدوا دورات في العلاقات الزوجية الناجحة التي تجعل من هذا البيت الجميل البيت الرائع البيت الراقي بيت هادئ بيت يعني مستأنس به أنا كان لي أفكار طبعا قدمتها قبل كده لأخونا وزير العدل وإن شاء الله بإذن الله تتطبق لأن أنا عايز أن كل زوجين يقدموا مع شهادة مع عقد الزواج يقدموا شهادة أنهم حضروا لمدة أسبوعين دورة العلاقات الزوجية الناجحة علشان يبقوا داخلين البيت ده أنا لما أخذ الدورات دي إيه اللي بيحصل؟ الدورات دي هي ثقافة دينية وثقافة أيضا الدين هو الدنيا خلي بالك أنا لما عيش أمين ما هي دي دنيتي وهو دا دين أنا لما عيش صادق ما هي دي دنيتي ودا دين أنا لما عيش صانع ماهر ما دي دنيتي ودا ديني أنا لما أعيش أصلح بين الناس دي دنيتي ودا ديني خدت برح حضراتكم يعني أنا عايز أقول إيه ما فيش حكس ما دنيا ودين لا ديني هو دنيتي أنا أخذ ديني ده هو دنيتي هو دنيتي يعني لأنه هو ديني ده أعلمني إيه أعلمني الحب وعلمني الأمن والأمان والسلام وعلمني أن أكون مصدر للصانع الماهر للصانع الناجح للصانع المتفوق للطالب المبتكر لأستاذ الجامعة الباحث لأستاذ الجامعة الحريص على أن يحصل على أعلى الجوائز العالمية إذن أنا دين هو دونيتي إنما الناس اللي فرقوا عملوا انشقاق خدت بالحضراتكم فما أروع أن أخذ دينه وأجعله دونيتي شيء جميل جداً وتعيش حاتك طبيعي طه ما أنزلنا عليك القرآن اللي تشق يبقى نرجع بقى يبقى إحنا دلوقتي محتاجين ولدنا الرائعين ولدنا الجمال ولدنا سواء رجل أو مرأة بنتنا أو الشاب ابننا جميل جداً جداً إن إحنا نتعرف على أنت تتعرف يعني إيه مرأة وإنت تتعرف يعني إيه راجل وإنت تتعرف كيف تفكر المرأة لازم تعرف إن المرأة دي فيها غيرة وقد يكون فيها تصرع في بعض الوقت وحنانها زائد لازم تعرف إن حنانها زائد أزيد منك ولازم تعرف إن عواطفها متدفقة ولازم تعرف إنها بتفكر بنسبة 90% بقلبها بمشاعرها بإحساس أكثر أكثر من العقل خدت بقى ولذلك هي هي لما يجي لها ابنها كده يلعب جنبها يقول لها هي عارفة هو بيقول إيه أنت كأب تولها هو بيقولك إيه تقولك ده الود بيقولك خدت بقى فالأم بتبقى عارفة لغة الإبن أكثر من الأب أنا بضرب مثل كده سريعا فهذه المرأة العظيمة متدفقة العواطف لأن هي اللي بتستطيع أن يتحافظ أكثر هي التي تستطيع أن تتحمل هذا الإبن تتحمل هذه البنت تتحمل البيت تتحمل كذا فلو ما عندهاش دفنس عاطفي مش هتنفع يبقى أنا لما رب تبارك وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى هي خلقت من نفسي أنا أنا خلقت أنا خلقت ربنا تبارك وتعالى أن خلق قال أن خلق لكم من أنفسكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جميل جدا جدا إن هي مني وأنا منها هي من خلق الله وأنا من خلق الله هي 24 إيرات وأنا 24 إيرات أنا لا أنا أهم منها ولا هي أهم مني إنما هي عندها هي عندها متطلبات أنا معرفش أعملها وأنا عند متطلبات هي ما تعرفش تعملها فإحنا بنكمل لأنه لا يوجد رجل كاملا ولا إمرأة كاملة يعني فيه الراجل داما يبحث على إمرأة كاملة والمرأة تبحث عن رجل كامل ورب تبارك وتعالى يقول بعضكم من بعض إحنا جايين نكمل بعض إحنا دورنا في الحياة إن أنا أكمل أكمل إنت تعبانة في حاجة أنا أكملها لك أنا تعبانة في حاجة أنت تكمليها إن إحنا نصبر على بعض إن إحنا يبقى عندنا التفاهم يبقى عندنا الصبر يبقى عندنا الحكمة إحنا الاتنين لأنها إنت مني وأنا منك أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني الرجل من المرأة والمرأة من الرجل خلت بالحضراتكم أن خلق لكم من نفس واحدة رب تبارك وتعالى خلقنا من نفس واحدة فأنا لما أجي أنا دلوقتي يعني كما علمنا القرآن الكريم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فكوني أن أغوص في عواطفها ومشاعرها لازم أعرف أن هي كائن رقيق ولذلك العيال اللي بتروح تضحك على أولاد الناس بالكلام المعسل والبنت بتصدق بتصدق لأن ده خلق الله فيها هي مخلوقة كده هي مخلوقة كده هي ما تقدرش تنصب بعواطف لأن عواطفها مخلوقة في الجين بتاعها أقوى من الرجل ولذلك الرجل بقى اللي هو ما عندهش دين اللي بيخش يضحك على أولاد الناس وواواوا إلى آخر ده ربنا عافينا منه يبقى إحنا دلوقتي أنت كرجل لابد أن تؤمن بأن هي عاطفة جياشة زائد النطاقة الإحساس عندها أعلى منك هي تبقى مخلفة عيل ونايمة عندك في غرفة النوم وابنها نايم في الغرفة التانية وتقوم هي من نومها تقوم تتحرك تروح للولد لأنها حست أنها جعان فرح تردع أو تقوم تتحرك لأنها حست أن ابنها بعيد فتروح فعلا تلقي بعيد فطاقة الإحساس عندها طاقة الإحساس عالية جدا ولذلك ربنا تبارك وتعالى حينما قال في القرآن الكريم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كثير من العلماء قالوا الوريد هو ده هو وريد القلب ولكن أنا أثناء البحث العلمي الخاص بي وجدت أن كلمة بحبل ووريد ذكرت مرة واحدة في القرآن الكريم حبل ووريد في آن واحد عندنا الحبل السري هو الوريد الموصل بين المرأة والطفل يعني إحنا دلوقتي عندنا الحبل ده الوريدي الذي يوصل الدم للإبن الذي يوصل الغذاء للإبن الذي يوصل النماء للإبن خدت بالحضراتكم ابني وريدي ابني وليدي يا ساكن وريدي لأنه برضو الرحم ده بيعتبر وريد خدت بالحضراتكم يبقى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب إليه من حبل الوريد الوريد الذي كان يمدك بكل ما عند الله تبارك وتعالى من نعم نحن أقربوا إليك من هذا الحبل لأن الله تبارك وتعالى جوه هذا الوريد بيخلق عينيك جوه هذا الوريد بيعمل شكل حواجبك جوه هذا الوريد بيخلق لك أسنانك جوه هذا الوريد بيخلق شعرك جوه هذا الوريد بيخلق مشاعرك جوه هذا الوريد بيعمل ملامحك زي ملامح بابا جوه هذا الوريد بيعمل رموشك زي رموش ماما جوه هذا الوريد بيخلي عينيك شكل عينين جدتك جوه هذا الوريد بيخلي طولك أو قوامك زي خالك أو زي عمك خطبال حضراتكم جوه هذا الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لأن الله جوه هذا الوريد الله تبارك وتعالى خلقه في جوه هذا الوريد بيخلق بينمي هذا الإنسان بيصنع هذا الإنسان ولتصنعه على عيني بيصنع هذا الإنسان كنت في أحد الرحلات حول العالم وبعدين كنت في دولة شعية فسألاني واحد يعني بيقول لي أنت إزاي إزاي يعني أنت بتقولي الإنسان ده يا ربنا خلقه بتاعه فقلت له أنت عند ولادتك اخترت أن تكون من أبناء هذه البلدة أم من غيرها قال لي لا قلت له اخترت لنفسك اسمك قال لي لا قلت له أنت لديت الأوامر اللي معدتك أنها تشتغل قال لي لا قلت له أنت لديت الأوامر للهضم أن يخضم قال لي لا قلت له أنت لديت الأوامر للإحساس أنك تحس بالعطش قال لي لا قلت له صنع الله صنع الله ربنا اللي صانع ده وتكلمنا بقى طبعا في الوليد والوريد وواواوا إلى آخر الحمد لله يا رب العالمين كان يوم جميل وحصل فيه حاجة حلو بالحوار كل حاجة بالحوار وما أروع أن يكون هناك حوارا الحوار في كل شيء وهنتكلم في المرحلة اللي جاية عن الحوار بين الزوجين يبقى أنا دلوقتي عندي دلوقتي همة عالية جدا جدا أنها خلقت مني وأنا خلقت منها خلقنا من نفس واحدة أن خلقنا ربي تبارك وتعالى من نفس واحدة والله تبارك وتعالى قادر أن يخلقنا بأي شيء كان هو صاحب الأمر هو صاحب التوحيد الخالص المطلق لله تبارك وتعالى لا يحدوه حدود ولا يسدوه سدود له الأسماء الحسنى وله الصفات العلا تبارك وتعالى نيجي بقى من الروائع الجميلة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها تعالوا بقى عايزين نمسك لتسكنوا إليها إحنا دلوقتي في فترة إحنا تكلمنا عن العقد العقد في الحلقة اللي فاتت وقلنا أن العقد عقد قلب على قلب عقد روح على روح عقد مشاعر على مشاعر عقد عواطف على عواطف عقد إنسانية على إنسانية عقد حلم على حلم عقد للمعاني الجميلة كلها على المعاني الجميلة كلها فالنهاردة إحنا بنتكلم لتسكنوا إليها لم يقل ربي تبارك وتعالى لتسكنوا عندها طب أنا أسكن إليها بإيه أنا كرجل أسكن إلى زوجتي بإيه قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الجميل لا يفرق من مؤمن مؤمنة إن كري منها خلق ربي أخر فأنا لما كن رجل صبور عليها أسكن إلى قلبها وبعدين قال صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة طيب هي امرأة هي هتسكن عندي لأنها امرأة صالحة هتسكن عندي في مشاعري وعواطفي وفي عناي إذا نظر إليها صرت أنظر إليها فأرى شعرها الجميل أنظر إليها فأرى ملامحها الجميلة أنظر إليها بشياكتها في البيت ولبس أجمل لبسه هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظر إليها إليها صرت وهي أيضا إذا نظرت إليه صرها لأن قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف تنفكرين أن ده حق على الرجل على المرأة ومش حق للمرأة على الرجل لا سيدنا عبد الله بن عباس كان أقول والله إني لا أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي لازم أبقى راجل كده جنت المان وشعري جميل ومسرح شعري وغسل وشي وشكل جميل وشكل نظيف ورحتي طيبة وجالس في البيت أقول أطيب الكلمات أعذى بالكلمات أنظر أجمل النظرات أشيك النظرات كما علمنا صلى الله عليه وآله 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 في الإحسان إلى الزوج سواب النساء في الإحسان إلى أهل الزوج سواب الإحسان في الإحسان إلى أم الزوج وهنتكلم عن الراجل برضو يعني وإحنا جايين هنتكلم عن كل هذه النعم علشان إحنا عندنا نعم كتيرة جدا عايزين نكتشفها في نفسنا وعايزين نكتشف إيه اللي ربنا ادهلنا إيه اللي ربنا ادهلنا لما نعمل الحاجات الحلوة دي لأن في ناس صدروا لنا النار ما عرفوناش غير النار لا ده الموضوع مختلف تماما تماما حتى نتكلم في الحلقات وإحنا ماشيين أن علاقتنا بالموت من كلام ابن القيم بالمحقق خطبها لحضراتكم فنيجب يعني الله تبارك وتعالى قال لتسكنوا إليها أنت تسكن إلى قلب زوجاتك بالكلمة الطيبة أنت تسكن إلى قلب زوجاتك بالهديات الجميلة أنت تسكن في قلب زوجاتك بالإحسان إليها أنت تسكن في قلب زوجاتك بالكتمان عنها أنت تسكن في قلب زوجاتك بالتفاهم الدائم معها أنت تسكن في قلب زوجاتك بحبك أنت تسكن في قلب زوجاتك بعطائك أنت تسكن في قلب زوجاتك أن تراك مبتسما شاكرا لها على ما تفعله مما قامت به أنت تسكن في قلب زوجاتك وأنت تشعر أنها أختك وحبيبتك وبنتك وعينك وكل حاجة في قلبك وتنادي عليها في البيت كان صلى الله عليه وسلم يقول يا عائش يعني تنادي عليها في البيت تختار لها اسم جميل كده أنت بتحبه هي اسمها مونة أقول لها مونمون اسمها جيهان أقول لها جيجي اسمها شيرين أقول لها شيري وتخطى الأسماء دي وتنادي عليها بقلبي أنت فين يا قلبي أنت فين يا عمري أنت فين يا حياتي أنت فين خدت بقى إحنا عندنا الرجل الشرقي أو الرجل العربي اتعلم أنه هو ما يكرمش المرأة في الكلام إلا إذا كان بيزعق لها يعني ما يكون مختلف معه لا أنت فين يا هانم طب ما تقول يا هانم دي وأنت بتبتسم وبينك وبين بعض العلاقات الطيب خدت بالك والحقيقة الإسلام لم يبني لم يبني العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة على القهر والضرب والكسر ده شغل ناس مش مزبوطة الإسلام بريء من كل ده الإسلام جاء دين الرحمة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما أنك تريد منها أن تحبك أنت أيضا تحبها تريد منها العاطفة هي تريد منك العاطفة تريد منها الإحسان في الكلمات هي تريد منك الإحسان في الكلمات وده هنتكلم فيه في قول الله تبارك وتعالى وجعل بينكم مواد ده فانت دلوقتي ايه اللي انت بتسكن بيه في قلب زوجتك الزوجة دي انا بسكن في قلبها بيه ايه الاحسان اللي انا بعمله علشان اسكن في قلبها واحد لا يحسن ودايما داخل البيت مبرق وداخل البيت مكهرى بالبيت وقارف البيت ومزهق البيت وبعد كده يقولك ايه يعني ما حبيني طب ايه اللي انت عملته ايه اللي انا عملته انا اخد بقى اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كانت تغضب الزوجة شوفوا كده لما السيدة عائشة تكسر الصحفة تكسر الصحفة امام الصحابة جي صحفة جايبة الطعام من عندي احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتكسرها غارت النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان الغيرة طبيعة في المرأة وخلي بالكم من رحمة ربنا علينا ان المرأة بتغار بتغار علينا لان الغيرة دي اللي بتحافظ على البيوت بس مش الغيرة الزائدة اللي تخرب البيوت اللي هي الشك الشك لا إنما غيرة الحب غيرة الحنان غيرة الأمن غيرة الأمان غيرة الحفاظ دي كلها غيرة محمودة ولذلك لازم الراجل وهو بيتعرف على شخصية المرأة يعرف إن الغيرة دي شيء أساسي فيها فلما تغار لما تغار أنا أتعلم إن أنا ما عملش اللي بيوصلها لده يعني مثلا بعد الجواز هو كان قبل الجواز بيحب بنت عمه وكان خطبها فبعد الجواز بدأ يكلمها تاني ومراته ماشية في البيت وهو مسك التليفون عمال يكلم بنت عمه طبعا الزوجة دي عايزة تولع في خطبالكم لا أنا لازم أحترم مشاعر الست اللي أنا اخترتها في البيت لازم أحترم مشاعرها ولازم أحترم عواطفها ولازم أحترم ولازم أبين لها أنني الزوجة الذي أنت أحبتي الزوجة الذي أنت قررت أن تكوني زوجة له أنا الزوجة الذي أنا حلمك أنا النعمة التي أهداها لعب تبارك وتعالى لك بسلوكك بسلوكنا بسلوكنا الجميل بقدر الإمكان بسلوكنا الجميل يبقى دلوقتي أنا أسكن إلى قلب زوجتي بكل معنى جميل أسكن إليها بأن في ندائي على صوتها الألفة في الصوت أنت فين يا حبيبة قلب الألفة في الصوت الألفة في الصوت أنت عملت كذا حياتي على فكرة البجامة في حاجة اسمها الألفة الصوتية الألفة الصوتية هي عند المرأة طبيعة يعني عند المرأة الألفة الصوتية صوت المرأة في حنان تلقائي من عند ربنا سبحانه وتعالى رغم أن في البعض قبل الزواج بتقوله إزاي كاسمير وعمل إيه يا سمورة وكده بعد الجواز بأسبوع ينادي عليها تقوله أحمق يا سمير هات المكوى ونتج يا سمير هو بقى طبعا مين ده؟ مين معقولة دي اللي أنا كنت عملت تقولي يا سمورة خدت بالحضراتكم لا وهدوا إلى الطيب من القول إحنا بتوع وهدوا إلى الطيب من القول إحنا بتوع وهدوا إلى الطيب من القول لا نقول إلا أجمل الكلمات إحنا بتوع وهدوا إلى الطيب من القول لا نقول إلا أعذب الكلمات إحنا بتوع وهدوا إلى الطيب من القول لا نقول إلا المعاني الجميلة السامية الراقية التي تسعدنا وتسعد الآخرين إحنا بتوع وهدوا إلى الطيب من القول وانتو عارفين الطيب من القول عامل زي حبات العنب كده لما بتجيب عنقود العنب بتختار أطيب الحبات تكلها والحباية اللي مش كويسة ما بتقربش منها هكذا اختيارك في الكلمات في قول الله تبارك وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول فالطيب من القول ده بيجعلك سعيد وبيجعلك سعيدة بيجعلك سعيد في البيت انك تختاري اجمل الكلمات وانت تقولين له لما يجيلك بقى تعبان وسعان ومتبعدل وجاي راجع من بره ما تقولولش انت ما لا استني دخلي الاول ياخد شار ياخد دش يغتسل ديميل الفوطة يدي له بيرفيوم يتعطر يغير الحال فيه لانه هو بيبقى عالق في جسمه طاقات كهرومناطسية سلبيها دي علوم بيبقى عالق في جسمه هو جاي من بره طاقات زائدة كهرومناطسية زائدة الطاقات الكهرومناطسية دي بتجعل منه مدايق ومخلوق وعنده ضغط وعنده كذا انت بقى قول ما ييجي ما تخديش انت ما تصرفش الفاتور عليك ما تخديش الضغط ده يعني تخبطيه فيك لا انت الاول الضغط ده يدخل ينزل في الحمام ياخد شاور وبعد ما ياخد شاور يخرج منتعش انت بقى تقول له ايه ما شاء الله ايه الجبال ده استنى ما اسرحلك شعرك كذا 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 يشعر بالأمومة يشعر بالحنان يشعر بان انت قريبة منه دي لمسات جميلة جدا يعني لمسات جميلة جدا ربنا يدم علينا يا رب العالمين فنيجي بقى في قول يا تبارك وتعالى لتسكنوا اليها ايه لا انا دلوقتي لما عشان انت تسكني في قلب هذا الزوج النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الدنيا متاع وخير متاع المرأة الايه؟ الصالحة الصالحة هنا كثير من الناس اوقفها على انها صالحة في صلاتها وعبادتها وذكرها لا انا لما فكرت في الحديث قلت لا هي صالحة في عبادتها وذكرها صالحت في ذلك وايضا صالحت في تسريحة شعرها لزوجها فلم ينظر الى غيره صالحت في ارتدائها للملابس الجميلة التي جعلت من هذا الزوج يتشوق اليها ويتشوق الي القرب منها فاصبحت هي المرأة الجذابة الجميلة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر اليها صراته يبقى الصلاح ليس واقف فقط ايضا يبقى هي امرأة صالحة في لسانها تختاراتها بالكلمات صالحة في تسريحة شعرها صالحة يعني صالحة في انها تحسن هندمها صالحة بانها تتسرح شعرها صالحة بانها تقول الكلمات الجميلة صالحة في نظراتها صالحة في خطراتها الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة في كل شيء صالحة في دينها صالحة في سلوكياتها صالحة في شكلها صالحة في امرأة صالحة يعني في امرأة مثلا القواعد غير صالحة للعلاقات الجسدية بينها وبين زوجها مثلا فإحنا عايزين كلمة الدنيا متاع وخيره متاعية المرأة الصالحة أي التي صلحت في كل شيء أي التي صلحت في كل شيء وطبعا في الكبر بتتبدل مشاعر بمشاعر وعواطف بعواطف ويعني لمسة اليد بين الزوج والزوجة الكبار دي أعلى درجة من العاطفة الجسدية والارتواء العاطفي الجسدي أعلى من أي شيء الله تبارك وتعالى بيبدلنا أحسيس ومشاعر وعواطف تختلف تماما عن العواطفة التي كانت عندنا في الشباب طيب أنا لما أجي بقى في قول الله تبارك وتعالى لتسكنوا إليها إيه اللي أنت عملتيه عشان تسكني في قلب هذا الزوج إيه اللي أنت عملتيه من الكلمات هل أنت تقولي الكلمات الطيبة هل أنت تصبرين على هذا الرجل حينما يكون في شدتي هل أنت حريصة أنك تسكنين في حنجرته فلا يقول لك إلا بحبك وإذا ذكر اسمك يشعر بأنه أسعد إنسان في الدنيا كلها هل أنت أعطيت له هذا المعنى الجميل الذي من خلاله جعله يسكن إليك هذا المعنى الذي جعله يسكن إلى أعمق قلبك مشاعرك عوطفك حنانك حتى أنه حينما يخرج من البيت يبقى على اشتياق في أن يعود إلى البيت خدت بالحضراتكم طبعا فيه كثير من الرجال بيتجوز بس بيعيش بعقلية الرجل الأعزب يعني يتزوج ويجيب بنت الناس يحطها في البيت ويقعد بقى هو مع صحابه بقى في كذا في كذا في كذا وينسي حقوق هذه البنت هو يعرف أصدقاء كثر يصهر معهم يجلس معهم يتكلم معهم هي لا تعرف غيرك هي لا تعرف رجل غيرك هي لا تتكلم مع رجل غيرك فلازم أنت تحافظ له على مشاعرها دي وما تعيش بعد الزواج بعقلية الرجل الأعزب لا لابد أن أنت لا تكون الرجل الأعزب ولا تكون الرجل البنك كما أنها هي لا تكون يعني الكومودينو الموجود في البيت إحنا مش عايزين كده وإسلامنا لما جاء خلي بالكم جاء لإسعاد البشرية جاء لإسعاد الإنسانية وجاء لإسعاد البشرية سواء مسلمين أو غير مسلمين ربنا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولذلك كل البلدان اللي أنا بسافر فيها بكون مصدر رحمة على كل الناس وإن كانوا على غير الإسلام ومصدر رحمة على ولادي وولادي اللي شغالين معايا وإلى آخر خدت بالحضراتكم فإحنا لازم نعرف كده انظري بقى إيه اللي أنت عملت به هل أنت تأدبت بأدب القرآن الكريم الذي قال لي تسكنوا إليها فسكنت إلى قلبه بعاطفتك سكنت إلى قلبه بحنانك سكنت إلى قلبه بصبرك عليه سكنت إلى قلبه بفهمك يعني إيه رجل يعني إيه الشخصية شخصية الرجل عرفت أن الراجل عقلية أنت عقلية حلزونية المرأة عقلية حلزونية والرجل عقلية يعني عدلة ستريد لما تعرف أن أنت يعني عقلية حلزونية انت كأم انت كزوجة في البيت هتبقي وقفة بتردع الولد وبتردع التليفون وبتكوي وبتمسح الأرضية وسايبها الغسالة تشتغل والطبيخ الرز بتردد على البتجاز انت بتعملي كل ده انا كرجل ربنا ما دانيش ده ما دانيش النعمة دي فانا بفكر بتفكير سابت تفكير مستقيم انت بتفكر في أشياء ولذلك انت اعطيتي أشياء لم يعطاها الرجل نيجي بقى الراجل لما يجي لقيك في الحالة دي يحاول بقى ازيك يا حبيبة قلبي شد حيلك ربنا ما حرمنيش منك انا عارف ان انت عبانه النهاردة ويبوس ايديك ويحط ايديك على قلبه يقول الكلام الجميل ده أحد دلوقتي بيسمع وقول لي اه حد فاضي اه فاضي اه بنعمل كده ايه المشكلة يعني احنا نعيش صور صور للإسلام ولما نيجي نطبقه نقوم طلعين نسمع اقول لك احد بيعمل اه نعمل نعمل مدومنا بننتسب بننتسب الى اوامر الله و اوامر النبي صلى الله عليه وسلم نعمل ولا يكون لدينا الجفاء ولا القسوة ولا الغلزة يكون لدينا الحنان والالفة والحنان والرقة خدت بالحضراتكم ده مهم جدا انه يكون ده في حياتنا ومبقاش عندنا انفصان في الشخصية مبقاش انا مكتوب مسلم في البطاقة وانا لا اطبخ من الاسلام شيء في اقوالي ولا في افعالي ولا في بايع ولا في شرائع ولا في قيادة لسيارات ولا في علاقاتي بزوجاتي ولا في مهناتي لا انا مش هتساءل على في البطاقة انما انا هتساءل على سلوكي ان الله ينظروا الى صواركم ولكن ينظروا الى قلوبكم ايه اللي انا عملته ايه اللي جوه ايه اللي خرج على الناس هل انا كنت مصدر للامن والامان هل انا كنت مصدر للحب في بيتي هل انا كنت مصدر للعطاء في بيتي هل أنا كنت مصدر لكرم في بيتي هل أنا كنت مصدر للصبر في بيتي هل أنا كنت مصدر للألفة في هذا البيت ولا أنا كنت الراجل القاهر الغليز المتشدق اللي وبعد كده أقول وها كذا قال الإسلام الرجال قوامونا على النساء جميل القوامة هي الزراع الحانية التي تحافظ على زي الأسرة مش القوامة هي الزراع القاهرة لزي الأسرة إنما هي الزراع الحانية التي تحافظ على زي الأسرة هي الزراعة التي تحمل العلم الذي ينمي هذه الأسرة هي الزراعة التي تحمل الحنان الذي يحتوي هذه الأسرة هي الزراعة التي بها الأمن والأمان والرفق والخوف على هذه الأسرة خدت بالحضراتكم فلازم أن إحنا يكون عندنا فهم ووعي لكلام ربنا تبارك وتعالى ومن أخدش كلام ربنا نوظفه حسب هوانا إنما كلام ربنا ننزله كما أمر الله تبارك وتعالى وما نحاولش إن إحنا لنحطه في فلسفات ولا في نفس الوقت نبقى متشدقين إنما نضعه في موضع العائد الطبيعي الجميل الهادي الرزين طيب لما آجي بقى ألاقي ربنا تبارك وتعالى أقول أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها كل واحد دلوقتي يقعد يقول أنا إيه اللي أنا عملته من الأشياء الجميلة اللي سكنت به في قلب زكتي هل أنا فعلا كنت أنا أنا كرمتها كما كان صلى الله عليه وسلم يقول ما أكرمهن إلا كريم هل أنا كنت من الكرماء الذين أكرموها وما أهانهن إلا لئيم أم أنا كنت من اللؤماء يعني والعياذ بالله الذي يعني أخذها بأمر الله تبارك وتعالى وأخذها بالمثاق الغليز ثم أهانها بعد ذلك أنا مين أنا لازم أسألني أنا مين وهي لازم تسأل نفسها أنا مين هل أنا فعلا هذا الرجل كنت أستقل معلومات الجميلة التي تبني بيتي وتستأ وعني وتكون نموذج لبيتي ولا أنا باستقي بقى معلوماتي من زملتي المتمردة على جزء اللي هي بيبقى لها زميلة متمردة على جزء لأن زملتها دي لا عرفت ربنا ولا عرفت دين ولا عرفت سنة ولا عرفت علم ولا عرفت معرفة ولا عارفت ثقافة ولا عارفت شعر ولا عارفت تزوق ولا عارفت عالم الألوان ولا عارفت أي حقيقة حتة بتاعها كده رسمت في وشها حاجات وقررت أنها تمشي كده بالفتوانة فبيتها مخروب فبيتها المخروب ده بتعمله ناكاس بقى على صحبتها إزاي يقولك إزاي يعمل إزاي يقولك ما تروحيش أنت لازم تفاهمينك لازم تروحي إزاي ما يمكن هي رحف مشواره وعارف أن الناس دي مش كويسين ومش عايز يقول لها علشان ما تكلمش حق أحد فقوع تستقي معلوماتك من واحدة خرب بيتها وفي نفس الوقت هذا الرجل إنتي وبيتك في سر إنتوا تعملوا الحديقة حديقة من الورود في هذا البيت هذه الحديقة إنتوا اللي تروحها بأيديكم من منطلق وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى أنت دلوقتي سكنت في قلبه أن أنت ما استقيتيش المعلومات من زملتك اللي عايزة تخرب بيتك زي ما خربت بيتها نسبة الطلاق عالية جدا جدا ليه؟ لأن بناتنا لم تتسقف لم تعرف ما هو الزواج فأنت قبل دايما نقول قبل ما نتكلم في موضوع الطلاق تعالوا نتكلم نعلم البنت والولد إزاي يتجوزوا ما هي المرأة وما هو الرجل تعالوا نعلمهم إزاي يأسسوا البيت صح تعالوا نساعدهم مش لازم نعلمهم تعالوا نساعدهم بمعرفة أن هم يكونوا سعداء في هذا البيت وكيف ينمون هذا البيت وابنون هذا البيت ويرقون بهذا البيت وعلون بهذا البيت ويكون هذا البيت قمة في الجمال وقمة في السعادة وقمة في الحنان وقمة في الألفة تعالوا قبل ما لأن نسبة الطلاق عالية جدا جدا نتيجة جاهل الأولاد بالزواج نفسه معرفوش يعني الجواز وحصروا الزواج في الجنس حصرواه في العلاقات الجسدية فقط ونسيوا أن النظرة قد تسعدهم أن اللمسة قد تسعدهم أن البسمة قد تسعدهم أن القبلة قد تسعدهم أن الهمس علم الهمس يعني لو قال لها بحبيك بصوت عليها إنما لو جاء جنب �دناء أقول لها بحبيك قمة الحنان في الكلمة قمة الحنان في الكلمة عايزين نعلم بولادنا إحنا دلوقتي علشان نوقف نزيف الطلاق اللي حصل ده لازم نعلم أولادنا ما هو الزواج ولذلك أنا عايز الكل يتابعني لأن المرحلة اللي جاية أنا هقول فاكمية معلومات مهمة جدا لكل أسرة لكل أسرة سواء المسلم أو غير مسلم استفيدوا بي هذه المعلومات ويعيشوا بيها بشكل جيد لأن العالم الغربي 90% من المعلومات التي تبني البيت قد استقوها من الإسلام لأن الإسلام دين معلومات قائم على المعلومات قائم على المعرفة قائم على السلوك خدت بالحضراتكم فيعني طبعا فيه كلام كتير نيجي بقى على أولادنا لتسكنوا إليها خلاص أنت بقى قررت أن أنت تسكن إليه بالتفاهم بالحب بالرحمة بالصبر بالكتمان بالتضحية بالعطاء بكل المعاني الجميلة التي تجعل منك المرأة محبوبة إلى قلب ونخرج الشك من البيت الشك إذا خرج من البيت هذا البيت بيكون سعيد جدا إذا دخل الشك في البيت يخرب البيت الشك ده لو دخل ربنا يكفينا شره بيبقى عامل زي النار في الهاشين يبقى احنا نستبدل الشك بالأمن والأمان بالحب بالرحمة بالحنان طيب يبقى احنا اتفقنا دلوقت ربنا يجزكم ويالي قدركم أن احنا كل زوجة عظيمة وكل زوجة عظيم قرر أن هو يسكن في قلب زوجته وهي تسكن في قلب هذا الزوج يبقى هو يسكن في قلبها بإكرامها يسكن في قلبها بالإحسان إليها يسكن في قلبها بما أمر به ربي طب إيه إيه نسبة الطلاق عالية دلوقت إليه وإيه الحكاية إن الناس ما عندها الثقافة علاقات زوجية صالحة فقعدين يستقوا من بعض معلومات غلط يعني السيدات برضو اللي هما ما درسوش يعني إيه العلاقات الزوجية ويعني كيف يبنى بيت على السعادة ياخدوها ويقول لها اسمعي يمأمنا للرجال يمأمنا للماء في الغربال أصريش طيرك لا يلوف على غيرك خدت بالك أصريش طيرك لا يلوف على غيرك فييجي بقى حبيب قلبي اللي هو الزوج برضو يصطدوه بعض الشباب اللي لم يدرسوا علم علم إقامة البيت السعيد لم يدرسوا علم البيوت الجميلة وبدأوا يقولوا له اسمع اكسر لها ضلعة لها 24 اسمع اتباح لها قطتها في ليلة دقلتها اسمع يبقى بيأسسوها على أنها تشك في هذا الرجل وتشك في سلوكه ويؤسسه الرجل على أن يقهر هذه المرأة ويقصر أضلعها كيف تعيش هذه البيوت آمنة بهذه الصورة من المورسات الثقافية الخاطئة يبقى أنا عندي ربنا تبارك وتعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة وهم يقولون له اكسر لها ضلعة يبقى ربنا تبارك وتعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة هما بيقولولها يمأمن الرجال يمأمن الله في الغربال يبقى عند ربنا تبارك وتعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة وهم بيقولوله اسمع اتباح لها قطتها في ليلة دقلت يبقى أنا أترك الثقافة التي تجعل المودة والرحمة والأمل والحنان والصبر والتأمل والتضحية والجمال وبناء بيت على أجمل معاني جميلة ونروح عندنا مورسات ثقافية خاطئة نتيجة ان احنا متعلمناش فبدأنا نردد هذه المورسات الثقافية وانا كائن انسان اي علم انا هتعلمه هردده فلو كنا تعلمنا علم ثقافة المواد والرحمة ما كانش فينا ما كانش هيبقى فيه زوج يضرب زوجته ويخون زوجته ويخطط لزوجته بلاو اللي احنا بنسمعها يعني او العكس ان زوجها تخطط لزوجها وإلى آخر اذا احنا محتاجين في البداية ان احنا نتعلم يعني ايه لتسكنوا اليها حتى نصل الى علم وجعل بينكم مودة ورحمة وليه ربنا تبارك وتعالى قال وجعل بينكم مودة يعني هو امرني قال لي ان خلق لكم من انفسكم ازواجة يبقى دي البداية جعلني منها وهي مني من نفس واحدة طيب وبعد كده قال لي تسكنوا اليها دي المرحلة التانية وبعد كده قال لي وجعل بينكم مودة طب وبعد كده المرحلة الرابعة قال لي وجعل بينكم مدة ورحمة يبقى إذن المراحل دي دلوقتي اللي احنا ماشيين فيها هذه المراحل حينما أنا كرجل أسعد أسعد بمراحلي الأولى ربي قال وجعل بينكم مودة طب ليه بعد المودة يبقى في رحمة هو ده طبعا بإذن الله الواحد الأحد اللي احنا نتكلمه ونشرحه في الحلقات القادمة بإذن الله الواحد الأحد المهم أنه إحنا عايزين ننطلق في بيوتنا ننطلق مبتسمين أنا عايز النهار دا كل زوج يقول لزوجته بحبك سامحيني إذا كنت غلط في حقك وانت كزوجة تقولي له سامحني يا حبيب قال لي إن كنت غلط في حقك بحبك خد إيدها بوسها خد إيدي بوسية يعني اعملوا حالة من الجمال في البيت ابتسموا البعض ربنا ما يحرمكوش من بعض ربنا يخليكو البعض ربنا يعزكم ربنا ما يفرقش بينكم أبدا ربنا يجعل كده أولادكم يتربوا على قديكم في أسعد وأبهى وأجمل وأروع وأرقى صورة في الحياة إنتوا تستهلوا أن تبقوا سعداء إنتوا تستهلوا أن تكونوا عظماء إنتوا تستهلوا أن تكونوا نموذج مشرف نموذج جميل لأهليكم وصحابكم وكل من الكل يراكم ناجحين الكل يراكم موفقين الكل يراكم متحبين إنتوا تستهلوا دا مش العكس ما نركزش بقى على عندنا 5% سلبيات ما نركزش عليهم ونسيب 95% من الإيجابيات اللي موجودة في حياتنا عايزين نركز على 95% من الإيجابيات اللي موجودة في حياتنا ونبدأ بقى الـ 5% كيفية حلول مشكلة الـ 5% ونبدأ ناخد خطوات في حال الـ 5% إنما أنا مركزش على الـ 5% وانسى الـ 90% الـ 95% اللي هم سعادة في البيت سعادة في البيت وهدق في البيت ونجح في البيت وانفق في البيت وصبر في البيت وكتمام في البيت وتضحية في البيت وبعض دا أصلاع عملت مع أختي مش عارفة إيه وردت على والدتي بشكل إيه ونبدأ نركز على بعض الأشياء اللي احنا هنتكلم في كيفية حلولها بإذن الله لوحد الأحد في المرحلة القادمة طبعا يعني أنا بتكلم من قلبي وحريص على إن إحنا نربط الثقافة بتاعتنا بثقافة الإسلام طب أنا كريضة طعيمة قرأت ثقافات متعددة قرأت الرؤى العلمانية وقرأت الفلسفات في أكتر من 3000 فكرة فلسفية في العالم أصحابها مختلفين فيه أصحابها مختلفين فيه فإحنا مش عايزين مخينا يتشتت بفلسفاته أفكار مش لا تضر لا إحنا عندنا الإسلام حينما جاء جاء لإسعاد البشرية لإسعاد الإنسان أمرني كزوج أن أحسن إلى جيراني من أهل الكتاب أن أعطف أعطف على جيراني من أهل الكتاب أن أكون مصدر للحب والحنان ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورسه إلا قال كده مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل قلت يا رسول الله أن هذا الجار مسلم أو غير مسلم لم يقل إنما قال الجار الإنسان الإنسان وحبيبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الإنسان والقرآن ذكر الإنسان كثيرا يا أيها الإنسان إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله الواحد الأحد ربنا يعزكم ويكبر بخطيركم السلام عليكم